وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن كثيرا من الدولي الغربية تدعم التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كما أعرب العسومي عن تقديره لمواقف الدول التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية أشكر كل شعوب العالم الحر الذي وقفت وساندت بشكل كبير وملفت للنظر والاستثنائي وتاريخي ساندت الأخوة الفلسطينيين وأثرت وغيرت في مواقف دولهم والآن أغلب دول العالم تناصر وتساند الأخوة الفلسطينية لما رأوا من باتش وعدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال التي استخدمت كل وسائل باتش لكسر صمود أهل غزة